دكتورة إناس عبدالدايم وزيرة الثقافة والسفير الفرنسي بالقاهرة أطلقوا فعليات عام مصر فرنسا 2019 خلال مؤتمر صحفي أقيم مبارح بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية بحضور الدكتور خالد العناني ووزير الأثر فعليات عام مصر فرنسا بتقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي وحتستمر على مدار عام 2019 كاملا وحتضم العديد من الأحداث الفنية والملتقيات التبادلية في شتى مجالات الفنون والأداب بما يبرز التعاون الثقافي بين البلدين وحتى تبتدي الفعليات بأربع حفلات بتقام بأوبرا القاهرة والإسكندرية فتعالوا نشوف التقرير اللي جاي في أجواء باريسية ساحرة وعلى خطوات فرشات البالي التي تتميز بخفة الحركة ورقي الأداء استضافت دار الأوبرا المصرية وبالتعاون مع المركز الثقافي الفرنسي استعراض بألي أوبرا باريس حيث يأتي في إطار إطلاق فعليات عام مصر فرنسا 2019 احتفالا بالروابط التاريخية التي تجمع بين البلدين وبمناسبة مرور 150 عاما على افتتاح قناة السويس هذا العام يمثل يعني توطيد للعلاقات الثقافية المصرية والفرنسية وهي طبعا قديمة جدا جدا وقوية جدا ولكن يمكن هيكون فيه زخم كبير هذا العام من خلال النشاطات إن شاء الله اللي هتكون موجودة في مصر بإذن الله وفي فرنسا ولكن طبعا الفعليات احنا يمكن طرحناها لسه طرحينها دلوقتي ولكن هي فعليات كتيرة جدا بدءا من اليوم النهاردة احنا بنبتديها مع العرض الرائع اللي بيقدموا سوليست رقصي أوبرا باريس مع فرقة بلي قاهرة في دار الأوبرا والمدة أربع ليالي وبين قاهرة والأسكندرية وبتتوالى بعد كده الفعليات بدءا من الأسبوع الجاي إن شاء الله علاقات ثقافية متميزة هنبرزها بشكل واضح من خلال جهود وزارة الثقافة على مدار العام سواء في مصر سواء فرنسا بزيارات عالية المستوى إن شاء الله فيما يخص الأثار احنا هننظم معرض أثار معرض مؤقت لمدة ست شهور مجموعة من أثار تتعان خامون اللي افتتحناها في مارس الماضي في لوس أنجلس في الولايات المتحدة الأمريكية هنفتتحها إن شاء الله في مارس 2019 في فاريس لمدة ست شهور وجاري دلوقتي التنصيق قمام مع جانب الفرنسي لإقامة معرض في أسر المانيال عن قناة السويس بالإضافة إلى استضافة وزارة الأثار والأماكن الأثرية بعض الفعاليات اللي هتنظمها وزارة الثقافة بالنسبة مرور عام 2019 سيكون عام 2019 عاماً مناسباً لإبراز جوانب التراث المصري الفرنسية مع تعزيز الحوار الثقافي وتسليط الضوء على الإبداعات الشابة للبلدين في البداية نؤكد على أهمية العلاقات المصرية الفرنسية خصوصاً في الجانب الثقافي وهي فرصة طيبة لنا أن نشارك في تنظيم فعاليات عام مصر فرنسا حيث أشهد هذا العام تظاهرة ثقافية بين البلدين خصوصاً ونحن نحتفل بمرور 150 عاماً على إنشاء قناة السويس هذا الرمز التاريخي الكبير لمصر بالنسبة للسياحة في مصر فلا شك أن السائح الفرنسية عندما يصل لمصر ويستمتع بجمالها يعود الوطني فرنسا وهو منبهر بهذا الجمال المصري الرائع ونحن نثمن على الجهود المصرية للحفاظ على أمن واستقرار الأوضاع وحماية جميع السائحين الأجانب فعام 2019 سيشهد تنشيط كبير للسياحة الفرنسية على أرض مصر فعليات وعروض فرنسية فنية وثقافية على أرض مصر أرض الحضارة تأكيداً على قوة العلاقات التاريخية بين الدولتين وبداية طيبة لعام جديد مليء بالإبداعات والأنشطة تظاهرة مصرية فرنسية من داخل دار الأوبرا المصرية للإعلان عن عام ثقافي جديد بين مصر وفرنسا عام 2019 هو عام خاص في العلاقات المصرية الفرنسية يتضمن العديد من الفعاليات في شتى الفنون والأداب لإلقاء الضوء على طبيعة العلاقات الثقافية بين البلدين ويدا يحيى أم بيسي مصر ترجمة نانسي قنقر